ينضم إلينا من هناك المحلل السياسي سليمان العقلي سيد سليمان قبل قليل دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إلى ما وصفه بحوار يمني يمني بعيدا عن الشروط والتدخلات الخارجية كيف تستقبل للمملكة دعوات من هذا النوع؟ الواقع أن الدعوات والتصريحات والمواقف الصادرة من طهران لم تعد ينظر لها بالجدية في الرياضة في اليمن لأنها محاولة لإجهاض التطورات الحاصلة في اليمن لإعادة الشرعية وإعادة الدولة وهي محاولة في الواقع لإجهاض الإنقضاض على الأسلحة غير الشرعية وتطير اليمن من السلاح غير الشرعي وينظر لها أنها محاولة لإنقاذ الحوثي المتجه إلى الخسران والهزيمة تعتقد سيد سليمان أن هذه الدعوات الإيرانية المتكررة بالإضافة إلى ما قيل عن مبادرة تقدم بها علي عبدالله صالح وحتى كلام الحوثيين بالأمس هو نوع من استجداء التفاوض مع المملكة وتحالف عصفة الحزم بعدما توصف بالخسائر الكبيرة التي يمنون بها على الأرض لا ليس استجداء الحوار هم لا يردون الحوار والمملكة ليست جزء من الحوار هم في الواقع يقومون بتكتيكات ومناورات سياسية لإيقاف الضرب المؤلم لعصبهم العسكري الأسلحة الثقيلة التي يوجهونها إلى بيوت المواطنين اليمنيين وإلى المدن اليمنية وهم في الواقع يردون الحفاظ على هذا الجسم الصلب من القوة الصلبة التي في يديهم فقط هذا غرضهم وليس التوجه إلى حوار سياسي واستخلاص رؤية سياسية أو تسوية سياسية للوضع أبدا هم يقومون بتكتيكات سياسية لإيقاف الضرب القوي عليهم الآن ولا يريدون الوصول إلى تسوية سياسية تعيد الدولة اليمنية إلى صنعها وتزيحهم عن المشهد السياسي كقوة غير شرعية في أي مرحلة يمكن للسعودية أن تقبل إجراء حوار مع هؤلاء مع الحثيين وصالح يعني هل تسعى المملكة الآن لهزيمة هؤلاء عسكريا على الأرض ثم جرهم إلى طاولة المفاوضات هداف العملية العسكرية هي باقية كما هي لم تتغير وإن كان هناك هدف يمكن لم يعلن ولكنه يؤدي إلى النتيجة نفسها الهدف هو إعادة الشرعية إلى صنعها سحب الميليشيات غير الشرعية من المدن اليمنية لأنها الآن ترهق الشعب اليمني وتحاصره وكذلك إعادة منهوبات الدولة اليمنية هذه الشروط الحملة العسكرية من أول ما قامت وحتى الآن طبعا هناك هدف ولا يعتبر شرط هدف للعملية غير مرئي وهو سحب القوة من القوة السياسية الإنقلابية لأن القوة تمكنهم من فرض شروطهم في الحوار السياسي تمكنهم من الغالباء في الحوار الوطني وكذلك تبقيه موازين القوة كما هي في السابق غير متكافئة وهذا خطر على المجتمع السياسي اليمني خطر على الدولة اليمنية وخطر أيضا على القوة السياسية المدنية التي لم تجنح إلى العنف السياسي وبانتظار تحقيق كل هذه الأهداف سيد سليمان هل المملكة مستعدة لتحمل حملة جوية أو معركة طويلة؟ أنا أعتقد شخصيا الحملة أو العملية العسكرية طويلة وطبيعة اليمن يعني معروف حروبها طويلة ونذكر حرب الجمهوريين المدعومين من الرئيس جمال عبد الناصر استمرت خمس سنوات وأنا لا أتوقع أن هذه الحرب تستمر لسنوات طويلة ولكنها ربما تطول لسببين السبب الأول هو طبيعة الخصم عندك خصم إيدولوجي عنيد لا يؤمن بالسياسة ولا يؤمن بالحوار السياسي وعنده معتقدات دينية اليوم عثروا اللجان الشعبية على جوازات دخول الجنة فياز دخول الجنة مع المقاتلين الحوثيين هذا التفاوض معهم صعب جدا لأنهم لا يؤمنون بالمشاركة الوطنية ولا يؤمنون بالحوار السياسي يرون أن في قتل الشعب اليمني يعني زلفة إلى جنة النعيم أما السبب الثاني هو طبيعة اليمن الجغرافية والسياسية وتعقيداتها اليوم انفجرت تعز تعز معروفة في المفاهيم السياسية اليمنية إن مدينة مسالمة رمز للسلام في اليمن اليوم انفجرت لماذا؟ لأن الحوثيين وحلفاؤهم دخلوا إلى تعز ووجهوا بنادقهم واستهدفوا اللواء الذي أعلن ولأه للرئيس عبد الربو منصور هذه شكرا للكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيالي في الرياض شكرا